بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الأجندة حالة من الذعر تشتاح العالم بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر بمعدلات متسارعة من دولة إلى أخرى خوف في المطارات وفي الجامعات وفي المدارس وملاعب كرة القدم ومنافذ الحدود وعاق في كل التجمعات البشرية وحديث عن خسائر كبيرة في اقتصاديات الدول الموبوءة به والدول التي تتعامل معها وهناك في مكر منظمة الصحة العالمية اجتماع لقرابة 300 من خبراء الصحة الكبار بهدف تقييم المستوى الراهن لمعارفهم عن مرض فيروس الكورونا الموضوع محل اهتمام وسائل الإعلام المختلفة ولا نريد أن نعيد ما قيل فيها عن طبيعة المرض وأسباب انتشاره وطرق انتقاله والوقاية منه لكننا سنناكش الموضوع من زاويتنا الخاصة كالعادة سنحاول تتبع تاريخ الأوبئة في العالم ونتأمل الأبعاد السياسية والاستعمارية والدينية لهذه الأوبئة فكونوا معنا كأن العالم ليس لديه ما يكفيه من حروب ومجاعات وكوارث طبيعية حتى يهل عليه وباء جديد هو الكورونا فيروس حقير لا يرى بالعين المجردة أرعب العالم هزل اقتصاد الدول غير السياسات فيروس سريع الانتشار وليس له لقاح صناعي مضاد حتى الآن ومتحول مشكلة هذا الفيروس كما أعتقد أو فيما يبدو ليست في كونه كاتلا خطيرا لأنه هناك فيروسات أخرى أشد منه فتكا بالإنسان مثل فيروس إيبولا الإفريقي الذي كان يكتل 90% من من يصاب به كما تقول منظمة الصحة العالمية في حين أن نسبة ضحايا الكورونا حتى الآن كرابت 2% فقط من من يصابون به إذا ما صدقنا الإحصاءات الرسمية طبعا إذن لماذا هذه الضجة الكبيرة الضجة السببها من وجهة نظري هي سرعة انتشار الفيروس مما يعني كمية كبيرة من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية وإلى عزل وهذا فوق طاقة أي حكومة لما يكون الإصابات بمئات الآلاف أي حكومة يصعب عليها يعني متابعة الموضوع ورعاية هؤلاء المصابين مشكلة الفيروس كورونا كما أعتقد هي أنه يرهق أجهزة الدولة لأن الدولة مبطرة لمواجهته بسلسلة إجراءات واسعة ومكلفة جدا وكأن الفيروس صمم لإرهاك الدول أكثر من قتل الأشخاص لكن هذا طبعا حكم على المرحلة السابقة من نشاط الفيروس ربما تختلف قد يختلف الحكم في المراحل القادمة إذا طور كورونا نفسه بسرعة وزاد من خطورته على الكائنات الحية لا أريد هنا أن أعيد الكلام عن طبيعة الفيروس وتاريخه الطبي هذا ليس من اختصاص البرنامج إنما أردت أن أسلط الضوء على الأبعاد التاريخية الأبعاد السياسية الأبعاد الدينية أيضا للأوبئة بشكل عام نحن الآن أمام وباء جديد ربما وما منظمة الصحة لم تعلن عنه كوباء حتى الآن لكنه في الطريق إلى ذلك وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ المجتمعات البشرية سبك وعرفت المجتمعات أوبئة خطيرة كتلت ملايين الأشخاص لكن من حصن حظ الإنسان الحديث أنه ولد في مجتمعات متقدمة قادرة على مواجهة الأوبئة إلى حد كبير في الكرن الرابع عشر الميلادي انتشر وباء الطاعون في أوروبا هذا الوباء كتل ثلث سكان الكارة الأوروبية ثلث الأوروبيين يقول المؤرخون أنه استمر بعد ذلك كرابة 400 سنة يعني وجوده على شكل أوبئة متنكلة ووصل إلى مصر عدة مرات هذا الوباء نفسه لأنه طاف على دول حوض البحر الأبيض المتوسط وكان أساسه من جزيرة الكرن هذه اللي عليها خلاف بين روسيا وأوكرانيا تقريبا التجار سفيرة التجارية جاءت من جزيرة الكرن وذهبت به انتقل معها إلى أوروبا حانت أوروبا في عصورها الوسطى من أوبئة كثيرة غير هذا يعني حانت من الجذام انتشر فيها بشكل كبير مرض الزهري التناسلي هذا أيضا فتك بالأوروبيين وليس الأوروبيين وحدهم الطاعون أيضا فتك بالصينيين في فترة من الفترات في نفس الفترة في القرن الثالث عشر يعني كتل من الصينيين الطاعون كتل من الصينيين كرابة خمسة وعشرين مليون ويقول أن الطاعون كان سببه القمل وكيل أيضا الفئران الكوليرا أيضا الكوليرا كتلت في الهند خمسة وعشرين مليون شخص في القرن التاسع عشر الف ثمانية وكذا وفي الحرب الأمريكية الحرب الأهلية الأمريكية انتشرت أو بيئة مثل الحمى الصفراء لكن انتشرت بين الجنود الجنوبيين يعني قتل من الجنود الأمريكيين الجنوبيين بالرصاص وبالحمى الصفراء ثلاثمية وثمانية وخمسين ألف شخص وربما كان هذا واحد من أسباب الهزيمة للأمريكا الجنوبية عما الهند الحمر اللي هم سكان أمريكا الأصليين فكاد انكرضوا بالأمراض الأمراض التي انتقلت إليهم عن طريق الأوروبيين الأسباني والإنجليز وغيرهم والهولنديين الإنسان الأوروبي نكل معه عندما جئه إلى أمريكا عشرات الأوبئة قتل من الهند الحمر عشرات الملايين بالسلاح وترك البقية للأوبئة التي استقدمها معهم وسنتحدث في التقائق القادمة عن دور الغزو والتجارة في نشر الأوبئة على مدار التاريخ هناك علاقة تاريخية بين الغزو الاستعماري وبين انتشار الأوبئة بطريقة غير مقصودة غير مباشرة عندما تتحرك الجيوش طبعا من مكان إلى آخر في الأزمنة الكديمة السابقة كان الجنود يحملون معهم فيروسات بلادهم اللي منهم مريض بيحمل فيروسات بلادهم من المعروف أن الفيروسات تختلف باختلاف البيئات يعني فيروسات وطنية الفيروس اليمنى غير الفيروس الجزائري غير الفيروس الصيني يبدو كذلك أصحاب كل بيئة يحصلون على مناعة ضد الفيروسات التي لديهم الجسم نفسه اللي كثرة ما يتعرض لهذا النوع من الفيروسات يطور قدرة على المواجهة ويصبح تصبح لديه مناعة ضد هذا الفيروس ضد هذا النسخة من الفيروس لأنه قد يكون مثلا فيروس كورونا من نوع نسخة كثيرة يعني لكن في بلاد الجهاز المناعي لدى الشخص تعرف على نسخة ولم يتعرف على نسخة الأخرى وهذه مشكلة كورونا الآن أنه يطور نفسه ومتحول بشكل سريع ومش كادرين يلاحقوه يعني مش كادرين يتعرفوا على شفرتها لكن عندما ينتكل الجنود أو التجار من بلادهم إلى بلاد أخرى وخاصة الجنود لأنه الجنود بينتكلوا بأعداد كبيرة وبتكون نسبة وجود الفيروسات فيها عالية عندما ينتكلون إلى بيئات مختلفة ينكلون معهم الفيروس فيصيبون أصحاب البلاد التي انتكلوا إليها أصحاب البلاد المنقل إليها المرض ليس لديهم منعك كافية تجاه الفيروس الغازي لأن جهازهم المناعي كما قلت لا يتعرف عليه بسهولة فيتحول إلى وباء ويقتل الآلاف يقول بعض مؤرخي الأوبئة أن سكان أمريكا الأصليين الذين يطرق عليهم اسم الهنود الحمر قد انكرض أكثرهم حوالي 90% نتيجة الأوبئة التي نقلها إليهم الغازي الأوروبي كانت أمريكا قبل مجيء الأوروبيين خالية تماماً من أمراض مثل الجدري أو الزهري أو الإنفلونزا ما كانتش معروفة في كرتين أمريكا هذه الفيروسات وانتشار هذه الأمراض بين الهنود الحمر أدى إلى انهيار التركيب السكانية لهم كما يقول المؤرخون لأن بعض هؤلاء مات فوراً بالمرض والبعض الآخر اضطر لمغادرة المنطقة منطقة يعني كبيلة كاملة كانت تهاجر بحثاً عن السلامة هذا الانتقال فكك التركيب السكانية وأضعف هذه القبائل أمام الغزو الأوروبي وانتهوا انكرضوا خلال 100 سنة من الغزو الأسباني لأمريكا انخفض عدد السكان الأصليين إلى 7% خلال 100 سنة ويقول أحد مؤرخي الأوبئة أن الإمبريالية الأوروبية كما سمها الإمبريالية الأوروبية تسببت أيضاً في نشر الأوبئة التي قتلت ملايين البشر في أفريقيا كل القارات جربت كيف حدث ذلك؟ كيف أسحمت الإمبريالية الأوروبية في قتل عشرات الملايين من الأفارقة؟ قالوا حدث ذلك عندما اشتاحة الشركات الأوروبية الشركات الأوروبية اشتاحت الغابات الأفريقية تحديداً غرب أفريقيا وقطعت ملايين الأشجار لكي تزرع مكانها كصب السكر الفول السوداني وغيره من المحاصيل التجارية التي بيستفيدوا منها فلوس الشركات الأوروبية بتبحث عن الفلوس هذا أدى إلى مشكلتين قطعوا الغابات ملايين الأشجار قطعوها هذا أدى إلى مشكلتين المشكلة الأولى أن تربة هذه الغابات تضررت كثيراً الغابات التي اشتثت منها تربتها لم تكن قوية مثل التربة الزراعية الموجودة في مصر مثلاً في وادي النيل أو في غيرها من مناطق الأنهار ولهذا تفتت هذه التربة ودمرت تحت أشعة الشمس القوية وانفتحت فيها شكوك كانت هذه الشكوك تتحول إلى مستنقعات في مواسم الأمطار وطبعاً المستنقعات هي البيئة الحاضنة للفيروسات المختلفة البعوض وغيره هذه الأمراض انتشرت عن طريق هذه المستنقعات أدت إلى الفتك بكثير من العاملين في هذه المناطق المشكلة الثانية أن زراعة المحاصيل الجديدة كصب السكر والفول السوداني وغيره زراعة في غرب أفريقيا أغرى سكان وسط أفريقيا بالنزوح إلى هذه المناطق بحثاً عن فرص العمل نزحوا بالملايين أو بمئات الآلاف فتعرضوا للأوبئة الجديدة التي لم تكن معروفة عندهم أو لم تكن أجسادهم معتاد عليهم وهكذا هلك الآلاف أو الملايين من الأفارقة لأسباب مختلفة مع أن معظم السكان الأصليين لغرب أفريقيا كان قد هلك بسبب تجارة العبيد يعني الناس الذين كانوا يساكنون في غرب أفريقيا في مناطق الغابات هذه اللي اشتثت ماتوا أو هلكوا إما كتلاً مباشراً في عمليات الصيد استياد العبيد اللي كانت تكون بها الشركات الأوروبية وإما في البحر لما كانوا يأخذوهم في السفن إلى أمريكا طبعاً كعبيد مات معظمهم في البحر نتيجة الأوبئة والقسم الثالث الذي وصل إلى أمريكا وصل بعضهم مات هناك وبعضهم استمر يعني الذين نجوا من الفارقة القليل الذين نجوا منهم قليل يقال إن عدد العبيد الذين نقلوا من أفريقيا إلى أمريكا كانوا حوالي ثلاثين مليون تصوروا يعني ثلاثين مليون آدمين نقلتهم الشركات الأوروبية كعبيد كانت تصطادهم في الغابات الصيد مثل ما يصطادوا الحيوانات البرية هلك معظمهم وهذا طبعاً هذه بعض بركات الإنسان الأوروبي على البشرية يعني إحنا دائماً نشوف الجانب المشرق من الحياة الأوروبية اللي هو العلم والتقدم التكنولوجي لكن فيه تاريخ أسود لهذا الإنسان الأوروبي غير معروف أو غير مشهور تاريخ أسود على البشرية نفسها تاريخ من الاستعباد ومن قتل الناس والفتك بهم واحتلال بلدانهم المغول أيضاً المغول الذين غزوا جزءاً كبيراً من العالم في القرون الوسطى نكلوا بعض الأمراض إلى الشعوب التي غزوها باستثناء الشعوب الإسلامية يمكن وحنأتي لهذا لماذا المسلمون لم يكونوا معرضون كثيراً للأوبعة ويقال إن المغول مسؤولون عن نشر الطاعون الأسود الذي قتل من الصينيين قرابة 25 مليون طبعاً الصين هذه لها تاريخ خاص مع الفيروسات والأوبعة مش بس كورونا انتكلت من الصين وإليها انتكلت أوبعة قاتلة عديدة وعدة مرات خلال التاريخ المغول نكلوا إلى الصين بعض الأوبعة واليابانيون أيضاً شنوا على الصين حرباً بيولوجية في العصر الحديث والصين بدورها نكلت بعض الأوبعة للشعوب الأخرى يقال أنها أن الصين مسؤولة عن نشر مرض الطاعون الدملي في القرن التاسع عشر لألف ثمانمائة وخمسة وخمسين هذا المرض انتشر في أفريقيا وفي الأمريكتين وقتل على مدى ثلاثين سنة قالوا اثنى عشر مليون نسمة في الهند والصين فقط طاعون الدملي ولا يحرف عدد ضحايا في أفريقيا والأمريكتين اللي انتكل إليهم من الصين من المؤرخين من يقول إنه قتل في الهند وحدها خمسة وعشرين مليون نسمة غير الاثناش يعني في اختلاف في العدد في اختلاف الروايات هذا كله عن الوباء الذي ينتقل بشكل غير مقصود نحن نتكلم الآن عن الوباء اللي بينتكل بشكل طبيعي وهناك أوبئة انتكلت بشكل مقصود ضمن ما يسمى بالحرب البيولوجية يعني الحرب بالفيروسات وبالجراثيم الضارة السلاح البيولوجي طبعا هذا واحد من أسلحة الدمار الشامل ومن أخطر أسلحة الدمار الشامل التي يتم تصنيعها في المعامل اليوم الدول المتقدمة مع أنها وقعت على بروتوكول يمنع البحث والتصنيع في مجال السلاح البيولوجي والكيميائي إلا أنها مع ذلك تخالف ما وقعت عليه وتقوم بتصنيع هذه الأسلحة الخطيرة تصنيع الأسلحة البيولوجية جار على قدم وساق البعض يعتبر هذا السلاح سلاح الفقراء يعتبره سلاح الفقراء للتدمير الشامل لأنه قليل للكلفة ويمكن تصنيعه بكلفة متدنية يعني مقارنة بكلفة تصنيع على أسلحة الذرية مثلا كما أنه يقتل الأحياء فقط ولا يدمر المدن أو كما يفعل السلاح الذري كنبلة الهيدروجينية مثلا كنبلة بوزن الطن من الكمبلة الهيدروجينية يمكن أن تقتل مليون ونص من البشر في حين أن مئة كيلو جرام فقط من السلاح البيولوجي يمكن أن يقتل ضعف هذا العدد يعني هو أخطر على الإنسان من الكمبلة الهيدروجينية ومن بيزات السلاح البيولوجي أيضا أن الفاعل يمكن أن يختفي قبل انتشار المرض يعني بإمكان شخص واحد أن ينقل فيروس خطير إلى دولة معادية ثم يعود إلى بلاده قبل أن يكتشفه أحد ويقال أنه يوجد الآن في المعامل الغربية معامل الأمريكية والصينية ومعامل الدول المتقدمة أكثر من أربعين نوع من السموم والميكروبات التي يمكن أن تستعمل كسلاح بيولوجي سواء لاغتيال الأفراد أو لنشر الأوبئة في المجتمعات المعادية المصيبة أن سباك التسلح البيولوجي قد أعاد بعض الفيروسات إلى الوجود بعد أن كانت قد اختفت وانقرضت بفعل اللقاحات والعلاجات يعني الجدري مثلا الذي كان قد انقرض في سبعينيات القرن الماضي الآن أعادوه في المعامل لو رجع الجدري إلى الأوساط الناس سيكون أخطر مما كان ليش؟ لأنه لم يعد لدى الناس مناعة اتجاهها بسبب التلقيحات خلاص معت فيه انتهى الجهاز المناعي لم يعد كادنا على التعرف عليه جهاز المناعة لن يتعرف على شفرته وهذا قد يسبب كارثة مثل الطاعو لأنه فيه فترات سابقة انتشر في بعض البلدان ومن ضمنها اليمن وكان وباء خطير كتل كثير من الناس يعني الإنسان ما زال يعني يسهم في قتل البشرية بشكل مباشر وبشكل مقصود ولذلك نحن نقول أنه الإنسان يمكن أخطر على الإنسان من الفيروسات ومن الأوبئة استخدام المرض كسلاح ضد العدو ليس جديدا بالطبع يقال أن أول من استعمل المرض كسلاح ضد الخصوم هم اليونانيون اليونانيون في الكرن الثالث قبل الميلاد هذا تاريخيا كانوا كان اليونانيون يعخذون الجثة الميتة لديهم من جنودهم والمصابة بالأمراض ويلكونها إلى داخل الحصون المنيعة للأعداء فينتشر الوباء بين صفوف العدو ومن المعروف أن بعض الجيوش كانت تسمم آبار المياه ومياه الأنهار لكي ينتشر المرض في صفوف العدو يعني اليابان في الحرب العالمية الثانية مثلا ألقت على الصينيين أوبئة وسموم قتلت من الصينيين نفس العدد الذي قتلته القنبلة الذرية عند اليابانيين سمم اليابانيون ألف بئر صينية بمرض الكوليرا ومرض التفؤيد وكان اليابانيون يلقون على الصينيين بالطائرات يلقون بطانيات وملابس ملوثة بالطاعون ونشرت كميات ضخمة من الحشرات الناكلة للطاعون بين الصينيين عبر الطائرات عندما كنت أبحث في تاريخ العلاقة بين الأوبئة وبين الغزو لفت انتباهي أن التاريخ لم يسجل على الفتوحات الإسلامية أنها نكلت أوبئة إلى المجتمعات التي فتحتها نسميها فتوحات على الرغم من بعض الملاحظات التي عليها لكن في النهاية هي مقارنة بغيرها فتوحات حسب علمي لا توجد حالات نكل فيها الفاتحون الإسلاميون أمراضا إلى المجتمعات التي فتحوها كما حصل مع المغول مثلا الذين غزوا الشرق أو الأوروبيين الذين غزوا قارة أمريكا إذا صحت هذه الملاحظة فقد يكل الأمر عليك بثلاثة أمور ثلاثة أمور كانت ميزة المجتمعات الإسلامية هذه الأمور هي أولا تدابير النظافة من وضوء واستحمام وغيره ثانيا عادات الأكل لدى المسلمين المسلمون لا يأكلون العديد من الحيوانات المتهمة بنقل الأمراض لا يعكلون الخفافيش ولا الضفادع ولا السحالي ولا الذئاب والثعالب ولا غيرها من الكائنات ذات الأنياب هذه أيضا ميزة في الجانب العادات الصحية لدى المسلمين ثالثة الأمور ثقافة المسلمين تجاه الحيوانات المسلمون لا يحبون الاختلاط بالحيوانات البرية في البيوت تحديدا يعني الاختلاط بالكلاب أو بغيرها من الحيوانات ربما هذه العوامل كان لها دور في تعزيز جهاز المناعة لدى المسلمين وعدم نكل الأمراض ولا أو بها إلى المجتمعات التي اختلطوا بها يعني تدابير المسلمين في النظافة ليس لها مثيل في الأمم الكديمة وضوء للصلوات الخمس اغتسال من الجنابة غسل اليدين قبل الأكل وبعده طهارة الثياب طبعا طهارة الثياب هذه لها دور مهم في نكل الأمراض تطهير الثياب جاء من الوهلة الأولى في الإسلام يعني الآيات الأولى قم فأنذر وثيابك فطهر هذا توجيه بالنظافة في مجتمع صحراوي موارد المياه فيه لم تكن كافية ومع ذلك كان في توجيه للنظافة الدائم في حين أن الأوروبيين مثلا كانوا لا يستحمون في السنة إلا مرة الهولندي كان ينزل إلى النهر مرة واحدة في السنة عشان يستحم وما زال إلى اليوم لا يستخدم الشطافات في التواليت يستخدم المناديل الورقية بدلا منها قصص القذارة في أوروبا مخيفة يعني في الكورونا الوسطى وما قبلها كان طبيعيا أن تنتشر فيهم أمراض الجذام والطاعون وغيرها من الأمراض وكذلك الحال مع المغول المغول كانوا كذرين ونشروا أوبئة كثيرة المسلمون أيضا من ميزاتهم لا يتعاطون المسكرات والمخدرات التي تضعف جهاز المناع لديهم هذه أيضا ميزة فيهم ولا يأكلون الحيوانات المفترسة أو الطيور الجارحة هذه الحيوانات اليوم متهمة بنقل أمراض كثيرة الخفاش مثلا متهم بنقل عديد من الأمراض والأوبئة في العصر الحديث من السارس إلى الأيبولا إلى كورونا فيه اتهام موجه للخفافيش في ذلك الفيروس لهذه الأمراض جميعا كما أن المسلمين لا يحبذون أيضا الاختلاط بالحيوانات كما قلت في البيوت الكلاب وغيرها هذه العادات كلها كد تكون هي السبب في أن الفاتحين المسلمين لم يتلوثوا ولم يلوثوا غيرهم أو غيرهم يمكننا أن نخالف المؤرخين ونقول أن أول استعمال للسلاح البيولوجي كان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد عندما أرسل الله على قوم فرعون أنواعا من الأوبئة والمخلوقات الظارة الجراد، الضفادع، القمل وغيرها وبالمناسبة يؤكد المؤرخون والمختصون بأن القمل هو المتسبب الرئيس في وباء الطاعون الأسود الذي اشتاح أوروبا في القرن الثالث عشر وكاتل ثلث سكان القارة كما قلنا التوراة أيضا تخبرنا أن بني إسرائيل مع موسى تعرضوا للتسمم في فترة بكائم في سيناء نتيجة أكلم لبعض الطيور المصابة بالأمراض ومات منهم الكثير يعني من المنظور الديني فإن تاريخ استعمال السلاح البيلوجي أقدم بكثير من المعروف في التاريخ العلماني يعني مش في الكرن الثالث قبل الميلاد بدأ الاستعمال السلاح البيلوجي للأمراض وإنما في الكرن الثالث عشر قبل الميلاد في زمن فرعون وهذا يفتح الباب إلى المحور الأخير من الحلقة وهو محور البعد الديني في موضوع انتشار الأوبئة والأمراض في هذا المحور لدينا وقفتان كصيرتان الأولى حول الجدل الدائر بين من يقول أن الأوبئة الكبيرة قد تكون عقاباً ربانياً لبعض الأكوام لسبب من الأسباب وهناك من يقول من ينفي ذلك ويعتبر هذا النوع من التفكير الخرافي غير المكبول الوقفة الثانية ستكون حول حديث منسوب إلى النبي بروايات مختلفة في صحيحي البخاري ومسلم ينفي وجود العدوى يقول أنه ما فيش عدوى يفهم من هذا الحديث أن النبي ينكر وجود عدوى في الأمراض وهذا طبعاً غير صحيح سنبدأ النقاش مع هذه القضية الأخيرة من المعلوم قطعاً أن الأمراض قد تنتقل بالعدوى عن طريق الملامسة والاحتكاك أو عن طريق الهواء والرذات هذا معلوم قطعاً فكيف يقول النبي إذن أنه لا يوجد عدوى كما تقول الأحاديث النبي لم يكن الرواية وردت بألفاظ مختلفة منها رواية لأبي هريرة تقول إن النبي قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وكان في السامعين أعرابي حاضر استغرب هذا الكلام فقال للنبي ما معناه كيف لا عدوى يا رسول الله وأنا ألاحظ بنفسي أن إبلي تكون صحيحة ما فيها أي شيء إلى أن يدخل بينها بعير أجرب فيعديها في عدوى فيرد عليه النبي مستنكراً كما يقول الحديث ومن أعدى البعير الأجرب طبعاً هذا الكلام لا يمكن أن يقول النبي أو أي نبي يوحى إليه لا شك أن الكلام مكذوب عليه خاصة وأن أبا هريرة نفسه روا حديثاً آخر في البخاري مناقضاً لهذا الحديث يقول فيه إن النبي قال لا يريدنا ممرض على مصح يعني لا يجوز أن يأتي أحدكم بإبل مريضة فيها جرب مثلاً ويدخلها على إبل سليمة حتى لا يعديها يعني نحن هنا أمام حديثين متناكضين في المعنى واحد بيقول ما فيش عدوى والثاني بيقول لا ما ينفعش تجيبه إبل مريضة تدخل على إبل غير مريضة تعديها مما يعني أن أحد الحديثين غير صحيح في مضمونه وهنا تكمن الخطورة والمشكلة لأن الحديثين موجودين في الصحاح إذا كان في حديث باطل في الصحاح هذا يشكك فيه منظومة الحديث برمتها الحديث مزيفة منسوبة إلى النبي ومصححة في أصح كتب الحديث هذا خطر على عقيدة المسلم وحياته طبعا بالتأكيد هذا خطر ماذا لو أن الناس صدقوا حديث لا عدوى ولا طير واعتبروه جزءا من الوحي أليس في هذا خطر على المجتمع يقول لك احنا آمنين ما فيش عدوى لا نتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار الأمراض المعدية لأنه الرسول قال ما فيش عدوى لكن الملاحظ أن المسلمين قد تجاهلوا مثل هذه الأحاديث تماما على الرغم من وجودها في أصح كتب الحديث تجاهلوها لأن القضية واضحة البطلان بالمنطقة العقل يعني وبمنطقة تجربة لكن ماذا عن الأكاذيب التي لم يستطع العاقل اكتشافها ألا تمثل خطرا على العقل الإسلامي والحياة الإسلامية اللي قدرنا بمنطقة العقل اللي نكتشف بزيفة خلص طيب اللي ما قدرناش نكتشفها وهو موجود في كتب الحديث من هذا النوع اللي مكتوب تحته الصحيح وباطل هل هي جرادة واحدة أم جراد كما يقول المثل المثل اليمني يقول ما جرادة إلا من جراد يعني إذا كان في حديث واحد موصوف بأنه صحيح وباطلة ومضمونة ومثل مكذوب وزائف فكم من هذا داخل هذه الكتبات ترى القضية الثانية في البعد الديني لمشكلة الوباء هي الجدل الدائر بين البعض الآن في وسائل التواصل هل يصح القول أن كورونا وغيره من الأمراض حكاب من الله أم أن هذا يعد تفكيرا خرافيا هناك نقاش من هذا النوع الموضوع نفسه ليس مهما لا ينبغي أن يشغلنا بشكل كبير لكنني أحب أن أسلط الضوء عليه لأنه مجرد عينة تكشف عيوب التفكير لدينا نحن العرب وهي عيوب موجودة لدى طرفي النقاش في الطب دعونا نحلل المسألة تحليلا منطقيا أولا حوار من هذا النوع لا يدور إلا بين مؤمنين بوجود إله يعاكم البشر أحيانا أما غير المؤمنين فلا يصح أن يخوضوا حوارا من هذا النوع إلا إذا كانت قضيتهم هي طبيعة التفكير الديني غير المؤمنين أو غير المؤمن مشكلة مع وجود الله نفسه أو مع معطيات الكتب السماوية هذا النوع من الناس ينبغي أن ندير معه حوارا من نوع آخر حول أصول الفكرة الدينية نفسها لا حول تفاصيلها هذا أولا ثانيا بالنسبة لطائفة المؤمنين بالله وكتبه ورسوله هؤلاء مضطرين للإيمان بأن الله قد عاكب بعض المجتمعات على تمردها وتغيانها لكن المشكلة أن هذه الطائفة لم تبلور حتى الآن نظرية علمية في الموضوع نظرية تجيب عن الأسئلة الأساسية في الموضوع وتحل بعض الألغاز والتناقضات التي فيها يعني هناك أسئلة تحتاج إلى جواب منطقي في هذا الباب مثل لماذا عاكب الله بعض الأمم بالإهلاك الكامل مثل نوح وقوم عاد وثاموت بينما عاكب أمم أخرى بعقوبات خفيفة لم يبدهم إبادة كاملة لماذا؟ هل لمستوى تحضر المجتمعات التي عقبت هل له علاكم مستوى التحضر؟ بحيث مثلا أنه عاكب المجتمعات غير المتحضر عقوبات أشد لأن مستوىها الحضاري كان متدنيا هذا ممكن يبحث بينما عاكب المجتمعات المتحضرة بعقوبات أخف المجتمعات ما بعد اكتشاف الدولة يعني وبعد اكتشاف الكتابة ربما كانت مجتمعات نوح وقوم عاد وثاموت ما قبل اكتشاف الكتابة وما قبل الدولة وما قبل التحضر وهذول ما كانش يجدي معاهم إلا الإهلاك الكامل ربما يحتاج الأمر لدراسة هل للأمر علاكب التقدم أو التأخر الحضاري للمجتمعات المتمردة أم أن للأمر علاكب نوع الذنوب نوع الذنوب والأخطاء التي تكترفها المجتمعات يعني مثلا قوم لوط أهلكوا تماما هل الأمر علاكب بطبيعة الجريمة؟ هل العقوبات الإلهية خاصة بالأمم السابقة فقط أم أنها أيضا قانون ثابت يسري على كل المجتمعات الشبيهة؟ ما هي المعايير؟ ما هي المعايير التي نميز بها العقوبات الإلهية من الكارثة الطبيعية؟ متى نقول أن هذه عقوبة إلهية وهذه كارثة طبيعية؟ كلها أسئلة مطلوبة من الباحثين الإسلاميين على أي أساس نقول هذه عقوبة إلهية أو مجرد كارثة طبيعية عادية؟ أم أن الكارثة الطبيعية نفسها أو نفسها مثل الوباء والزلازل والطوفان يمكن أن ننظر إليها من زاويتين مختلفتين يعني ممكن نقول مثلا أنها من زاوية علمانية تعتبر كارث طبيعية لكنها من الزاوية الدينية هي عوامل مادية من منظورة طبيعية لكنها من منظورة دينية هي أدوات الله في العمل هذه الأدوات المادية نفسها هي أدوات الله في العمل إذا أراد أن يعاكب ممكن يعني قد يكون الأمر الواحد من منظورين مختلفين صحيح وغيرها من الأسئلة والإشكالات التي تحتاج إلى دراسات مستفيدة تنتهي بنظرية إسلامية في العقاب الإلهي ما هي النظرية الإسلامية في العقاب؟ ما هي النظرية القرآنية في عقاب المجتمعات؟ يعني بهذا المنطق العلمي يمكننا أن نحرر نقاط الخلاف يعني بين النخب ونرتقي بمستوى الخلاف إلى مستويات أركة وهذا هو الأهم هذا هو الأهم نحن لا نريد أن نلغي الخلاف ولكننا نريد أن نرتقي به إلى مستويات عليا انتهت حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر